بسم الله الرحمن الرحيم الجمهورية الأولى لدولتنا وتغير وجه الحياة بشكل جزري ليس فقط في مصر بل في المنطقة بأسرها وكانت لها إسهامات ملهمة في الحركة العالمية لتصفية الاستعمار وترسيخ حق الشعوب في تقرير مصيرها حيث تغيرت الخرية الدولية وارتفعت راية الحرية والاستقلال فوق معظم الدول العربية والإفريقية شعب مصر العظيم سيظل لتاريخ قواتكم المسلحة كعهدكم بها دائما حافلا بالبطولات والإنجازات الوطنية ومن بين تلك البطولات ثورة يوليو المجيدة التي حملت القوات المسلحة لواءها عندما خرجت طلائعها ليلة الثالث والعشرين من يوليو منذ سبعين عاما لتلتف حولها وتساندها جموع وجماهير هذا الشعب ولتعلن قيام الثورة التي ردت للوطن عزته وللمواطن قرابته وليسطر التاريخ نموذجا للعلاقة بين الشعب وجيشه اتسبت عبر عقود طويلة بالتلاحم والثقة العميقة المتبادلة إنها علاقة فريدة من نوعها بين شعب أبي عظيم وجيش يمثل نموذجا للمؤسسة الوطنية التي تدرك مهمتها وتؤديها على الوجه الأكمل ولا تحيد عنها فتحية تقدير واعتزاز خلال هذه الذكرى العطرة إلى هؤلاء الأبطال الذين تقدموا لقيادة الثورة وحملوا أرواحهم على أكفهم ليصنعوا لوطنهم فجرا جديدا وعلى رأسهم الزعيم جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات والرئيس محمد نجيب شعب مصر العظيم إننا نصر وبإرادة صلبة لا تلين على تحقيق الغايات الكبرى التي نضعها نصب عيوننا والأهداف العليا التي نحملها على عاتقنا من أجل النهود بوطننا الغالي وتغيير واقعه للأفضل ولتبقى مصر قادرة على توفير حياة كريمة لأبنائها من الأجيال الحالية والقادمة أخذا في الاعتبار متغيرات العصر المتسارعة وشواغله الجديدة لأن مصر بموقعها الجغرافي ودورها الإقليمي والدولي لا تستطيع أن تعزل نفسها عن تلك التحديات والمتغيرات التي تكتاح العالم وطالت تداعياتها الجميع ولعلكم تتفقون معي أنه لا سبيل للتغلب على تلك التحديات سوى بالعمل الجاد والمستمر مثل ما واجهت مصر خلال السنوات الماضية تحديات متنوعة زائد أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية فإنني أؤكد لكم أنه لولا جهود الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي التي تحملها الشعب المصري وكذلك المشروعات التنموية العملاقة على امتداد رقعة الدولة لما كان من الممكن أبدا الصمود أمام تلك الأزمات العاتية التي تكتاح العالم منذ ثلاث سنوات ولقد بادت الإنجازات المتلاحقة التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة لا سيما في مجالات البنية الأساسية والتجمعات العمرانية الجديدة والطاقة وتوطين الصناعة شاهدا على قوة الإرادة المصرية للتقدم وبناء مستقبل أفضل وتكوين اقتصاد قومي قوي وراسخ شعب مصر العظيم أنني على يقين من قوة عزيمتنا معا في الاستمرار بخطة ثابتة وواثقة في الطريق الذي اخترناه جميعا من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة جمهورية التنمية والبناء والتطوير وتغيير الواقع جمهورية تؤسس نسقا فكريا وابتماعيا وإنسانيا شاملا وبناء إنسان ومجتمع متطور تسده قيم إنسانية رفيعة ورغم تعزم الظروف المعاكسة التي تسبب فيها العديد من الأحداث والتطورات الدولية غير المؤاتية إلا أننا قادرون بإذن الله وبعزيمة أبناء هذا الوطن العظيم على تخطيها والتغلب عليها وليكن احتفالنا اليوم بذكرى ثورة يوليو المجيدة بمثابة قوة دفع متجددة للعمل والصهر على النهود بوطننا العزيز وتحقيق طبوحات شعبه الكريم في حاضر ومستقبل مشرق يظلله الأمن والاستقرار وتزدهر فيه التنمية وفي الختام أتوجه إليكم جميعا مجددا بالتحية والتهنئة بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في أمان وتقدم ودائما وأبدا تحية مصر تحية مصر تحية مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته